السلام استعدي هذا الفعل بالباء والله تعالى ألم نعم أحد الإخوة أيضا يقول هل حب حب الله سبحانه وتعالى العبد مرتبط بكثرة الإبتلاء هل هذا الإبتلاء يكون في كل أموره أم ليس مقتصرا على جانب الدين والإيمان بل يشمل كل جوانب الحياة بما فيها الدين لا لا يلزم لا يلزم أن يكون من علامات حب الله تبارك وتعالى للعبد أن تكثر الابتلاءات عليه إذ لو كان الأمر كذلك نفر كثير من الناس عن الترقي في درجات القرب من الله عز وجل بصنوف الطاعات وأنواع العبادات لكن الله عز وجل يبتل عباده بما شاء فالعبرة بمواقفهم من هذا الابتلاء فإن ابتلاهم الله عز وجل بالخير والنعم والآلاء من صحة وولد ومال وجاه وقوة إلى آخر ما يمكن أن يخول إياه الإنسان في هذه الحياة من النعم فواجهوا ذلك بالشكر فلا شك أن هذا الشاكر حينئذ يكون أحب إلى الله تبارك وتعالى من غيره وإن ابتلاهم بالشدائد فواجهوها بالصبر الجميل و باللجوء إليه سبحانه و الضراعة إليه فهؤلاء يحبوا إليه ولا يعني هذا أيضا أن سلوك سبيل الخير والصلاح والاستقامة والترق في درجات الكمال الإنساني بما يرضي الله عز وجل سيجعل المرأة خلوا من الابتلاءات و لو كان الأمر كذلك لكان الأنبياء و الرسل الكرام عليهم الصلاة و السلام خالين من الابتلاءات بينما نحن نجد أنهم من أشد الناس بلاء إذن ربنا جل وعلا ينوع على عباده الابتلاءات و له حكمة في كل ما يقدره للعباد إن خيرا و إن شرا و ما على العباد إلا أن يواجه هذه الابتلاءات بصنوفها بما أمرهم الله عز وجل شكرا للنعم و أداء للحقوق و صبرا على البلاء و ضراعة إليه تبارك و تعالى حتى يجوز هذه الدار الفانية إلى ما هو خير لهم و أبقى عند الله عز وجل أبو بكر بن صالح يريد أن يفهم التفريق بين الربائب التي في الحجور و الرواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر